السلام عليكم وأن هذه الحكومة هي حكومة أفعال لا أقوال لم يأتي من فراخ بالأمس القريب وفي خطاب مفصلي أعنى السيد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمنهاجها الحكومي أعلن عن موعد الانتخابات المبكرة وهذا بالفعل تنفيذ لالتزام الحكومة منهاجها الحكومي وتنفيذ لمتطلبات حاجات الجماهير المنتفضة لدفع الضحايا كثيرة من أجل وكان مطلبها الأول هو إجراء انتخابات مبكرة الحكومة مصر على الاستمرار في هذا النهج وتنفيذ منهاجها الحكومي لذلك اليوم قرر مجلس الوزراء تنفيذ واحد من أهم البنود اللي جاء بمنهاجها الوزاري فبعد الحصر والدقيق لعدد الضحايا الشهداء اللي سقطوا في انتفاض التشرين من العام الماضي وحتى الأحداث التي رافقت في التظاهرات في تموز من هذا العام صار حصر دقيق لعدد الشهداء وتعرفون تم اعتبارهم شهداء للوطن بدأ الشروع بتعويض أهاليهم استكمالا لكل هذا اليوم مجلس الوزراء قرر الآتي أولا شمول الشهداء والجرحى الذين سقطوا في تظاهرات تشرين الأول من العام الماضي وتموز من هذا العام بقانون مؤسسة الشهداء ذي الرقم اثنين لسنة 2009 ولهم ما يترتب وفقا لهذا القانون من حقوق وامتيازات ثانيا الإعاز إلى وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية من مختلف الاختصاصات لمتابعة الوضع الصحي للجرحى وتوفير العلاج اللازم لهم كلا حسب محافظته ثالثا إحالة المصابين الذين يتعذر علاجهم داخل العراق إلى اللجنة المعنية في وزارة الصحة وتسهيل علاجهم خارج العراق رابعا شمول ضحايا تظاهرات تشرين الأول 2019 وتموز 2020 بالضمان الصحي وقانون التعويضات ذي الرقم 20 لسنة 2009 المعدل خامسا تضمين مشروع تعديل قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالرقم 39 لسنة 2013 ليشمل المعاقين والمصابين من ضحايا الحركة الاحتجاجية السلمية في تشرين الأول 2019 تموز 2020 والذين باتوا عاجزين جسديا عن العمل بفعل عوق أو حيف جسدي لحق بهم جراء تلك الأحداث هذا ممكن القول عن أقل ما يقدم لهذه الكوكبة الشبابية التي غيرت مجرى تاريخ هذا البلد باحتجاجاتها السلمية المطالبة بالحقوق مجلس الوزراء اليوم استلاف محافظ ديقار هذه المدينة الأصيلة العريقة مدينة الحضارة مدينة العلم والعلماء مدينة الشعر مدينة الثقافة هذه المدينة لا تستحق ما يجري فيها الآن أنتم تتابعون وتلاحظون مستوى الغضب الشعبي الموجود في هذه المدينة منذ فترة هذه المدينة لا تستحق الوضع المزري الذي يعيشه سكانها وأبناؤها هل يعقل مدينة بهذه العراقة بهذه الأهمية طيلة 17 عام صرفت مئات المليارات سواء كان ضمن تنمية الأقاليم أو الموازنات الخاصة بالمحافظة أو مشاريع الحكومات الاتحادية المتعاقبة ونسبة الطرق المعبدة فيها 28% فقط طريق معبد لا تحدثنا عن مجال الصحة ولا التعليم ولا الكهرباء طريق معبد نسبة الطرق المعبدة 28% فقط 72% في هذه المدينة هي عبارة عن طرق ترابية أو ما يسمى شعبيا بالسبويس هل يعقل أن هذه المدينة بهذا المستوى من الخدمات؟ لذلك سيد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ناقشوا باهتمام واقع المدينة باستضافة المحافظ واستماع إلى شرح تفصيله على وطن المحافظة واحتياجات المحافظة بالأمس تعلمون أنه سيد رئيس الوزراء التقى بمجموعة من شباب ذيقار من جرح التظاهرات أيضا أعيد أو أكد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يولي اهتماما كبيرا لكل المدن العراقية لكن لذيقار للناصرية هناك خصوصية بفعل ما تشهده الآن من مطالب حق من أجل رفع مستوى الخدمات وتحسين هذه الخدمات لذلك مجلس الوزراء خصص وقت طويل جدا لنقاش احتياجات هذه المدينة وقرر الآته تخصيص مبلغ عشرة مليار دينار بالمناسبة قبل ما أدخل بالتفاصيل رئيس الوزراء أكد على الوزراء بأي طريقة قانونية البحث عن أي طريقة قانونية رغم الأزمة المالية بضرورة تخصيص خمسين مليار دينار عاجلة إلى مدينة الاذيقار إلى محافظة الاذيقار مدينة الناصرية وهذا المبلغ رغم الضائقة المالية صار نقاش قانوني ومالي من أجل توفيره من أجل البدع الأقل وتهيئة بعض الأمور العاجلة حسب رأي المحافظة وطلبها لهذا المبلغ أولا تخصيص مبلغ عشر مليار دينار لمحافظة الاذيقار تصرف أفقا للضوابط وتسدد من قبل الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى شركات وزارة الاتصالات على أن تحتسب تزديدا للديون السابقة للشركة المترتبة عليها لصالح وزارة المالية للسنوات السابقة صار تعاون وتسابق بين الوزارات وبتوجيه من قبل السيد رئيس الوزراء لتوفير هذه الخمسين مليار العاجلة عشر مليار من وزارة الاتصالات خمسة مليار من وزارة النفوط وبقية الوزارات أيضا هناك راح تشكل لجنة لبيان قدرتها على إمكانية أن تخصص مبلغ من موازنتها التشغيلية غير المصروفة العام الماضي لتحقيق هذا المبلغ سريعا إلى لقار ثانيا اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تمديد العمل بقرار المجلس الوزاري للطاقة هو التوصية المرقمة 35 للسنة 2020 بشأن إعفاء شركة نفط ديقار من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية المرقمة 2 لسنة 2014 فيما يخص المبالغ المصروفة من المنافع الاجتماعية لعقود التراخيص البترولية وذلك لدعم المؤسسات الصحية في محافظة ديقار لمواجهة جائحة فيروس كورونا حصراً هناك منافع اجتماعية كل الشركات النفطية المتعاقدة مع الدولة العراقية تخصص منافع اجتماعية لتقليل الضرر في المنطقة المحيطة في الحقل النفطي أو مجال عمل هذه الشركات فتم تخصيص 5 مليون دولار من هذه المبالغ مبالغ المنافع الاجتماعية لدعم مكافحة جائحة كورونا حصراً ثالثاً الموافق على تجهيز الدوائر الحكومية بمادة القير بالآجل وهذا كان طلب للمحافظ وذلك من وزارة النفط لتنفيذ مشاريع محافظة ديقار رابعاً الإعاز إلى وزارة الإعمار والإسكان بإنجاز أعمال الصيانة لمجسر ديقار الكونكريتي خامساً قيام المديرية العامة للمجاري وزارة الإعمار والإسكان بتحويل مبلغ فائض لديها مقداره 20 مليار دينار من الموازنة التشغيلية إلى الموازنة الاستثمارية كل هذا لدعم جهود تحسين البنة التحتية في المحافظة واستئناف العمل في المشاريع المتوقفة بسبب الأزمة المالية سابعاً تخويل رئيس سلطة الطيران المدني بتوقيع العقد الخاص بمشروع مطار الناصرية الدولي هذا العقد اللي راح تنفذه شركة صينية وتأخر كثيراً وتتعرفون أنه قاعدة الإمام علي العسكرية في محافظة ديقار تم تحويل قسم من مساحتها إلى مطار مدني وهناك شركة صينية ستقوم بإنشاء هذا المطار وتم تخويل رئيس سلطة الطيران المدني بتوقيع العقد سيزعلون علي البعض من الوزراء في الحكومة السابقة لكن الواقع يجب أن يقال والحق يجب أن يقال كان هناك تلكؤ كبير سواء بسبب سوء الإدارة بسبب قلة التخصيصات بسبب في بالنسبة للحكومة السابقة أيام تصريف الأعمال بتلكؤها في تحسين وصيانة الشبكة الكهربائية وهذا قد يكون سبب جوهري ورئيس للأزمة التي يدمر بها حاليا في موضوع عدم إيصال الطاقة الكهربائية بالنسب المطلوبة وبالساعات المطلوبة إلى المواطنين سيد رئيس الوزراء وجه من اليوم أن يتم العمل على البدء بالصيانة استعدادا للصيف القادم هذا يستدعي تقديم خطة خطة تمويل من قبل وزارة الكهرباء قدمها اليوم السيد وزير الكهرباء وتم إقرارها هذا التمويل سيساهم بالبدء بتحسين الشبكة الكهربائية في عموم البلد ابتداء من يوم غد كي تكون الشبكة الكهربائية جاهزة لاستقبال زيادة الإنتاج المتوقعة خلال العام القادم هذا أهم ما دار في جلسة مجلس الوزراء قرارات المهمة بخصوص ضحايا الاحتجاجات وهنا أود أن أؤكد هناك المرحلة الثالثة نحن بدأنا بالمرحلة الأولى اللي هي إحصاء دقيق لعدد الشهداء وتم المباشرة مثل ما ذكرت ببدء التعويض لذويهم المرحلة الأساسية الأخرى اللي هي ذكرتها اليوم وهي اعتبار يعني تضمينهم وتحت مضلة مؤسسة الشهداء وفيما يخص الجرح علاجهم داخل العراق وفيما يخص الجرح الذين يتعذر علاجهم وزارة الصحة ستقوم بتشكيل لجنة من أجل البحث عن علاجهم خارج العراق المرحلة الثالثة والتي بدأ بها العمل الآن وهو تشكيل لجنة تقص حقائق وعندما ذكرت بأن هذه الحكومة حكومة أفعال لا أقوال هذا أيضا مصداق آخر لجنة تقص حقائق حول المسؤولين عن أحداث تشرين وتموز رغم أنه تموز تم تموز الماضي أقصد تم الإعلان عن نتائج لجنة التقص لكن فيما يخص وكالتزام أيضا ضم بالمنهاج الحكومي لجنة تقص حقائق لمعرفة المسؤول عن أحداث تشرين المسؤول عن قتل الضحايا وقتل المتظاهرين وتقديمه إلى العدالة تبدأ هذه المرحلة بالمدعين بالحق الشخصي بتقديم الشكوى ولجنة تقص الحقائق بإمكانها أن تصل خلال فترة يعني يستلزمها التحقيق إلى الفاعل الحقيقي لكل حالة على حدى وظروف التي فقد بها شبابنا حياتهم بهذه الطريقة التي لا ترضي ضمير الإنسانية وهذا التزام أخلاق للحكومة مستمر بي وستضع المسؤولين عن قتل المتظاهرين حتى وإن طال زمن التحقيق أو الوقت التي تحتاجها لجنة تقص الحقائق ستضع المسؤولين عن قتل المتظاهرين خلف القضبان بناء على أوامر قضائية وفق تنسيق تام بين لجنة تقص الحقائق ومجلس القضاء الأعلى مستعد لسماعة سيلتكم السلام عليكم صلى الله عليه وسلم خالد الأنصاري بلومبرغ نيوز صلى الله عليه وسلم هل لك أن تطلعنا بالأرقام على حجم المساعدات العراقية إلى لبنان فيما يخص النفط والقمح نحن نعرف أنه وهل هذه وصلت المساعدات إلى لبنان هل نعرف هذا كان نفط أسود زيت الغاز الكميات بالنسبة للحنطة حجم هذه التبرعات إذا أمكن شكرا لك اليوم أيضا مجلس الوزراء أقر هذه المساعدات مساعدات متنوعة تشمل الغاز وهناك تقريبا عشرين شاحنة وصلت إلى لبنان وهناك عدد آخر في طريقه إلى الوصول هناك مساعدات تخص موضوع الحبوب كميات كبيرة من الحبوب أيضا ممكن أن تصل عن طريق الشاحنات إلى لبنان مجلس الوزراء منذ اليوم الأول لمنذ الساعات الأولى لهذه الكارثة التي تعرضت لها الشقيقة لبنان وتعرضت لها بيروت منذ الساعات الأولى هو في تواصل وسمعتم أنه اتصل برئيس الوزراء اللبناني وأبدأ استعداد العراق للمساعدة ونفذت هذه الحكومة مباشرة هذا الوعد واتجهت الشاحنات ومثل ما قلت لك عشرين شاحنة وصلت إلى بيروت المؤتمر الذي دعا له الرئيس الفورنسي ماكرون كانت مشاركة العراق واضحة وكان رئيس الوزراء متحمس جدا لدفع كل رؤساء الدول للتضامن من أجل الوقوف مع لبنان في هذه الأزمة التي مرت بها والكارثة التي تعرضت لها بيروت موفق مجيد قناة الدجلة بالحديث عن الانتخابات جميعنا يعلم ما يستحقه المتظاهرين الذين ضحوا بدماعهم من أجل أن يحققوا شيء للعراق ولنا ولكن قد يعتقد البعض بأن معظم القرارات التي اتخذت في مجلس المزراء هي أشبه بالدعاية الانتخابية لا سيما لم يتم الحديث عن الإسراع بعودة النازحين الموجود في الشارع وكيفية حصره لم يجر الحديث أيضا عن قضية إعداد إجراء إعداد سكاني من أجل ضمان حصة كل محافظة بالإضافة إلى المعوقات والمشاكل الكثيرة المفوضية تطالب بمبالغ كبيرة لحد الآن القضاء من القضاء لعلى ينقص أحد أعضاء مشاكل كبيرة كيف يمكن أن تحل هذا والحديث عن فقط الحكومة تتحدث عن المتظاهرين والمتظاهرين نعلم المتظاهرين ولكن هذه أشبه بتاع انتخاب سعيد جدا بحرصك على تذكير الحكومة بواجبها من أجل خلق بيئة آمنة ومناسبة للانتخابات وهذا الحرص ليس فقط من جنابك من كل الزملاء الصحفيين وهذه الدعوة للزملاء الصحفيين أن يستمروا بالضغط على الحكومة وعلى المؤسسات الدستورية الأخرى من أجل أن تنفذ كل مؤسسة التزامات تجاه هذه المهمة الأساسية الحكومة جاهزة ومستعدة وهناك فرق خاصة تعمل كل منها في اتجاه معين فيما يخص الشأن التنفيذي فيما تفضلت به في موضوع النازحين وعودتهم فيما يخص موضوع حصر السلاح بها للدولة والتقليل من تأثيره هناك فريق خاص في مكتب رئيس الوزراء يرأس خبير انتخابي كلكم تعرفوه وهذا الفريق يعمل ليلة نهار من أجل وضع الآليات بالتعاون طبعا مع مفوضية الانتخابات بالتعاون مع المنظمات الدولية مع منظمة المتحدة من أجل الوصول إلى ما تطمح له ويطمح له كل عراقي انتخابات حرة نزيهة في مناخ انتخابي آمن على المستوى الأمني وعلى مستوى الفني وهذا عهد على الحكومة وستوفي به أما فيما يتعلق في موضوع المحكمة الاتحادية استكمال قانون للانتخابات ملاحق هذا من اختصاص مؤسسة أخرى هي المؤسسة التشريعية وكل مؤسسة ممكن أن تقوم بدورها في هذا المجال من أجل الوصول إلى هذه الانتخابات الفاصلة والمهمة والانعطافة الكبيرة في التاريخ السياسي لهذا البلد السلام عليكم عمر هشام وكالة نينة الأنباء أطفل على استرسالك استاذ أحمد بخصوص محافظة ذيقار نعم نحن كنون نعرف أن ذيقار لها حقول نفطية ودخلت ضمن جولات تراخيص ماضية أين الأموال المخصصة مثلا مشروع البترو دولار اللي كنا نسمع لنا في الموازنات السابقة في ظل ما نشهده من أزمة مالية حالية هل هناك من تفعيل لهذا الأمر الثاني الحقول المشتركة لدينا مع دول جوار خاصة مع إيران حقول نفط مشتركة إيران أعلنت خلال فترة الأسبوع الحالي عن زيادة في إنتاجها من الحقول المشتركة مع العراق ليصل إلى 450 إلى 600 ألف برميل يوميا هل العراق إنتاج بهذه الحقول أم أن هناك أم أن الأمر يحتاج إلى مثلا شركة دولية لتقسم المسألة بهذا الخصوص شكرا جزينا خليني أبدو ياك من موضوع التخصيصات المالية لمحافظة بديقار وكيفية وضع هذه المحافظة بالمكان اللي تستحق من حيث الاستحقاقات موضوع البترو دولار هذا خاضع لإقرار الموازنة كلكم تعرفون لحد الآن موازنة 2020 غير مقرة وغير موجودة اليوم سيد وزير المالية في جلسة مجلسة وزراء ذكر وعزم الحكومة على تخصيص أو ميزانية أو عفوا موازنة لأشهر المتبقية من العام كان الحديد في سياق الآلية القانونية والمنفذ القانوني لتوفير هذه الأموال إلى ذيقار وبقية المحافظات فوزارة المالية عاكفة على إعداد موازنة للأشهر المتبقية من هذا العام قد يكون موضوع البترو دولار الذي أشرت له يأخذ مجاله في هذه الموازنة فيما يخص الحقول المشتركة سواء مع الجمهورية الإسلامية في إيران حقول المشتركة مع دول أخرى من دول الجوار هناك قوانين دولية ممكن تحكم واتفاقات ثنائية ممكن تحكم هذا الموضوع لا يمكن لنا أن نتجاوز على حصتنا في هذه الحقول ولا يمكن للجمهورية الإسلامية أو غيرها من الدول المحاددة والتي نشترك معها بحقول المشتركة أن تتجاوز حصتها في هذا المجال مثل ما قلت لك سواء كان فيما يخص الاتفاقات الثنائية بين الوزارات التخصصية في كل بلد أو فيما يخص القوانين دولية راعية لمثل هكذا أمور السلام عليكم أستاذ أحمد محمد جبار من قناة العراقية الإخبارية أستاذ أحمد يعني منذ ثلاثة أيام تقريبا والحركة في قلب العاصمة بغداد شبه مشلولة أو معطلة بسبب تظاهرات واعتصامات وطالب بالتعين أو إعادة التعين هل لدى الحكومة نية للتوجه إلى هؤلاء المتظاهرين من أجل الاستماع إليهم وتلبية مطالبهم وأيضا السماح بالعودة الطبيعية للحركة في قلب العاصمة بغداد التوظيف قد يكون حق من حقوق الأساسية يعني توفير خلأ أقول الأدق توفير فرص العمل حق أساسي ودستوري للمواطن العراقي هذه الحكومة رغم كل هذه الأزمة المالية والأرث الكبير اللي ورثتها من الحكومات السابقة لكنها جادة في معالجة هذا الأمر يمكن في مؤتمر صحفي سابق زعلوا عليه البعض من قلت أنه لا تعين كنت أقصد لا تعين قد يكون في هذا العام على اعتبار أن الموازنة لا تسمح لكن قبل قليل قبل ما أجي المؤتمر الصحفي كنت يمس سيد رئيس الوزراء وأبلغني شخصيا أنه أبلغ الصحفيين ومن خلالكم إلى المواطنين بأنه موازنة 21 قد تضع حلول مهمة لهذا الموضوع وكم تم توجيه الوزارات بإيجاد الحلول المناسبة الطريقة المناسبة من أجل استيعاب أكبر قدر ممكن من المطالبين بفرص عمل أو التعين من خلال موازنة 2021 هذا فيما يخص القطاع الحكومي أما القطاع الخاص فأيضا هناك توجه الحكومة بالانفتاح وجعل القطاع الخاص جاذب جاذب للوظائف وفرص عمل كبيرة في هذا القطاع مع توفير حزمة قوانين تضمن للعاملين في سوق العمل هذا العمل الخاص تضمن لها الحقوق بطريقة قد تكون أكثر ديناميكية وأكثر جدوى من الحقوق الحكومية أصلا وأقصد ما يخص الضمان الاجتماعي والتقاعد وغيره هناك جدية في تفعيل هذا الموضوع من أجل أن يكون القطاع الخاص جاذب أكثر بثقافتنا بتقاليدنا أن المواطني يميل إلى التعيين الحكومي لأسباب التي تعرفوها هناك عمل جاد من أجل وضع خطة لجعل هذا القطاع القطاع الخاص أولا فرص عمل كثيرة مع تأمين الأسباب التي تجعل المواطن يبحث عن التعيين الحكومي وهذا إن شاء الله من مهام الحكومة على عمرها القصير على أقل تأسس لهذا السلام عليكم محمد القالدي من الأشور الإخبارية هناك منصب أمين بغداد من المناصب المهمة الموجودة لكن هناك تسابق من قبل القوة السياسية على هذا المنصب هل هناك رؤى لمجلس الوزراء ويكون مفتاح بغداد في أياد أمينها من جهة ومن جهة أخرى هناك أقضية ونواحي بحاجة إلى أعمار بناء تحتية ومن نواحيها الموجودة ناحية الخيارات التي تقع في موقع استراتيجي تربط ثلاث محافظات هي الأنبار وصلاح الدين وبغداد وتعد من السلالة الغذائية الموردة لهذه المحافظات والمحافظات الأخرى هل سيكون هناك نظرة في عادة أعمار البلد التحتية لهذه النواحي الاستراتيجية شكرا أنا أشكرك على هذا السؤال قبل قليل قلت أن الناصرية لا تستحق ما تمر فيه أو ديقار لا تستحق بغداد تستحق ما هي عليه الآن بغداد لا تستحق ما هي عليه الآن من جميع النواحي وهي بغداد دار السلام في ذهن سيد رئيس الوزراء وفي صلب اهتمامه أن يعيد إلى بغداد رونق أن يعيد إلى بغداد أن يعيد إلى بغداد تلك الرائحة الطيبة التي كنا نشمها في بغداد عندما نتجول في هذه الطرقات وهذا بحاجة إلى أمين لبغداد يكون أمينا عليها ميدانيا علميا وهذا ما سيقوم به رئيس الوزراء قريبا سيقوم بتعيين أمين جديد لبغداد تستحقه بغداد وسيعطيه كل الدعم والإسناد من أجل أن يعيد إلى بغداد هيبتها ورونقها وتعود كما كانت قبل عقود مدينة حاضنة لكل الثقافات وحاضنة كان السياح العرب والأجانب يستمتعون في المجيء إلى بغداد إن شاء الله الأمين القادم الذي سيكلف من قبل السيد رئيس الوزراء مهمته عسيرة وكبيرة لكن سيلقى الدعم والإسناد من السيد رئيس الوزراء لأن موضوع بغداد أساسي عند السيد رئيس الوزراء شق الثاني الموقع السراتيجي للاحية الخيرات الموجود تلبط ثلاث محافظات يعني عادة بناء البلد تحتها هل هناك نية من قبل بجلس الوزراء بالالتفات إلى هذه النواحية بالتأكيد بجلس الوزراء وهذه الحكومة سواء كان هذه المنطقة أو غيرها منصل باهتمامات منصل باهتمامات خلق التواصل بين المحافظات والتقاطعات المهمة المناطق المهمة العقد الاستراتيجية المهمة التي تربط بين المحافظات منصل باهتمام مجلس الوزراء وهذه المناطق ستلقى رعاية مهمة سواء إذا كان اختصاصها أمانة بغداد أو اختصاصها محافظة بغداد أو اختصاصها محافظات أخرى هناك توجيه بهذا الموضوع ليس فقط الخيرات ببقية المناطق المحيطة في بغداد وأنتم تعرفون كم هناك إهمال كبير لهذه المناطق خاصة في شرق القناة هناك اهتمام كبير وبالغ وهذا السبب اللي دعا السيد رئيس الوزراء للتأني والبحث عن شخصية تستطيع أن تعيد إلى بغداد رونق السلام عليكم أحمد ليث مراثل قناة الطليعة استاذ أحمد اليوم وبعدما تم تحديد موعد محدد للانتخابات هل هناك خطة معينة لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات وما هي الإجراءات التي ستتخذ في حال عدم إكمال القانون الجديد للانتخابات من قبل مجلس النواب وشكرا أنا أعتقد أنه أجبت على هذا السؤال زميلك سأل تقريبا نفس السؤال في حال عدم إكمال القانون الجديد للانتخابات هذا عدم إكمال القانون هذا من إختصاص إكمال القانون والتشريعات من إختصاص المؤسسة التشريعية هذا ليس من إختصاص الحكومة الحكومة ستقوم بما يجب عليها ما يحدد صلاحياتها الدستورية هي التي تحدد مهامها من أجل خلق هذه البيئة الآمنة التي أشرت لها أما موضوع القانون وملحقات هذا من إختصاص بنجس نواب مثل ما سأل زميلك وأجبت قبل قليل أنا أشكركم والشكر الجزيل